السلام عليكم اتمنى تكونوا كاملين مزيانين ان شاء الله بصحة جيدة وفي احسن الأحوال اليوم سوف نشارك معكم هذه الحلوة تحمق مع المنظر في حل باستاليتوس أو في حل بتيتاك طولت هذه الحلوة معدلة طريقة سهلة والتي تحتاجها في الأفرح والمناسبة لكم نضيف المقادر وطريقة تحضر بركة الله المقادر 180 جرام بودرة جاهز ولكن هنا لا يوجد افضل افضل 45 جرام سكر بودرة 150 جرام حوبيبات 60 أو 70 جرام من أبيض البيض وقليل من الفاني ونحتاج واحدة القبيصة من الملح بالنسبة للطريقة فقد تبقى سهلة وبالنسبة للمكونات فانتما تشاهدوا أن المكونات بساطن لا يحتاجوا لا يحتاجوا بساطن لا يحتاجوا لا يحتاجوا بساطن لا يحتاجوا بساطن بودرة حبيبات ودك القبيصات الملح سوف نحاول نخلط أو نحاول نساجم هذه المكونات حتى تخلطه مازيان وبعد نقص باش نغرب في واحد الغربال باش نحصلوا على واحد الخالد ناعم بالنسبة للحلوة فانا عدلتها جد المرات وانا كان عدلة مرة الأولية عدلتهم كبارين وفي حالي يعني ما عجبوني شي بزف موما جوا مزونين ولكن صغيرين كيف ما تشاهدوهم في الأول د الفيديو جوا حسن مرة الأولية اللي عملتهم غربلت هذا الخالد ولكن المرة الثانية ما غربلتهم شي بزف يعني حاولت نطحن اللوز بزف حتى كان علين يوصل من درجة أنه يتعلق صافي وخلطت معه السكر غلاسي والسكر حبيبات مهم ديك المقادر اللي اذكرت معاكم صافي وحاولت أنني يعني بغيب ديك سباطولة هادي نبقى يعني نخلط الخالد بحتى ما يبقى شي فيه الحبيبات نخلط ديك المكونات مزين مع بعطيتهم وما نخلي شي فيهم الحبيبات صافي احترجع للخالد صافي وما غربلتوش لأن الغربة اللي كان عندي ما يغربلش مزين يعني نص دي الخالد غربلو لي ونص أخر ما غربلو شي لأنه اطحنت اللوز يعني اطحنت اللوز بالماكينة ولكن إذا شريتوا اللوز بودرة فهو ضغي يتغربل معاكم المهم اللي حبيتو نوصلكم هو أنه يعني وخامت غربلو شي هذا الحلوة فهي كتجي مزونة غير خصصتكم ما تخليو شي فيها الحبيبات صافي دابا بعد ما يعني خلطت هذه المكونات مزين مع بعطيتهم غاد نضيف القليل من الفانيليا ممكن تستعملوا طبعا أي نوع من الفانيليا وغاد نبدو نضيفه أبيض البيض إلى دفوعات يعني كل مرة غاد نضيفه القليل من أبيض البيض وغاد نبدو نخلطه هذا الخالد دينا لا داعي أن نستعملوا الأيدي دينا يعني غرب هات سباتولة هدي غاد نقدره نحصله على وحد الخالد متجانس وناعم سوف نضيفه أبيض البيض بالنسبة لأبيض البيض فكيف ما قد تكون في الأول سوف نستعملوا إما ستين أو سبعين على حسب الخالد دينا مخصوش يجي يبقى كيلتاصق بزا في اليد ولكن يعني مخصوش يجي عود واحد العجينة اللي هي قاسحة تجي راطبا وفي نفس الوقت ما كتلتاصقش في اليد أنا بعد سوف نقول لكم القاوم دي العجينة كيفاش تجي بالنسبة للي أنا فانا استعملت غير ستين دل كرام كنت وزنت سبعين دل كرام ولكن في الأخر استعملت غير ستين في الخالد الأول في الحلوة الولية اللي عملت كنت عملت سبعين ووجات العجينة رخوة الفرق بيناتهم هو اللي عملت سبعين دل كرام دل أبيض البيض فالحلوة ما تشقتش بزاف يعني التشقوقات ديالة جو ماشي مزيونين ولكن هادا التانية اللي عدلت فهي يعني عملت غير ستين دل كرام دل أبيض البيض وديك التشقوقات تشققت وجات مزيونة بزاف هذا هو القوام بالخالد كيف ما كتشاهدو يعني كيجي شبهن ما كيل تساسق باليد ما كيل تساسق شي بزاف ولكن ها هو يعني العجينة متماسكة مشيرا خوة بزاف صافي ها هو يعني ديك عشرات القرام اللي بقتلي ده أبيض البيض مسع مننا هاشي وبالنسبة دبان الخالد غادي نغطي واحد بالبلاستيك الغدائي ها هو القوام كيف ما كتشاهدو نغطي بلاستيك الغدائي ونجعله تقريبا اربع ساعة في المبرد على بيد من يرتاح هذا الخالد فنحن نقوزه لنحضر المربع او ارندانوس او بلو بري كل واحد كيف يسميهم ونحتاج 10 جرام الجليكوز 100 جرام عصير الليمون ونحضر الملح 90 جرام سكر حبيبة ونحضر ارندانوس 200 جرام يمكن تعودهم بتوت البري كونجولة مجمد هنا سنحضر في واحد فتكالطاسة ونحضر ونقطع هذا التوت البري على أربعة كيف تشاهدون ممكن تقطعوا على جوج فقط بالنسبة المجمدين حتى لا تقطعوا على جوج او لب الموس كيف مبغيتم بعد ما قطعتم كاملين سندفع لهم سكر سنخلط هذا الخالط بشي تلبس التوت البري بالسكر ونوضعهم على نار متوسطة مع السمرار في التحريك حتى يوصلنا الخالط من درجة الغلعين من بعد سنجعل هذا المرق لإطلاق هذا التوت البري سنجعله حتى يعود يتقل معنا يعني ما يبقى شي معنا ما يبقى شي مدى سائلة يعني السوائل اللي يطلقوا يتقلص هذا الحجم السوائل اللي يكاينين ويرجع لها هذا الشكل كيفما تشاهدو هنا يتقلص يعني المدى سائلة اللي تلقت يعني تقلص شوية ما يبقى شي بزاف يعني بحالي نقوله تقل شوية تقل شوية هاد المربى هاد توت البري سوف يبقى هيدا نحرقه من اللي اتقلنا على هذا الشكل كيفما أقودكم ثم نضيفه ديك الجوجة الكرام اللي اذكرت معاكم وعشرات الكرام الجليكوز سوف يستمروا في التحريك حتى يعني الخالد دينا يزيد يتقل معنا واحد شوية يعني هنا خاصنا نحصله على الخالد يعني يكون القوام دياله نقوزه وعلى هات الشكل هدا ديك المغروفة دللوح نقوزه هيدا في الواسط دلخالد على هات الشكل هدا والخالد مخصوش يهبط بسرعة يعني يهبط تسقيل شوية على هات الشكل هدا كيف باكتشاهده في الاول مليكنت نقوز هاد المغروف دللوح كان دغية كيهبط الخالد ولكنه كيفما كتشاهده كيهبط تسقيل باش نعرفوا ان المربة ديالنا وجدة نعملوا واحد شوية في الكاس وغادي نحاولوا نخلطوا هيدا شوية غادي نشاهدوا بان الخالد فما كيبقاش يوقف مضعو وكيبقى طبعا نعود على حسب اذا خصكم المربة تكون معلكة او لا تكون وقفة بنسبة المربة فهي وجدة غير اذا كان خصتا تكون معلكة اكتر انا خصني جيني معلكة اكتر فغادي نزيد الطيب واحد شوية شوية كيفما كتشاهدو الخلط يطلق لتحركتو كيفما كما انا حصلت على الخلط مثل تحليقه نحتاج 45 جرام و 50 جرام للزبدة و 13 جرام للسكر بودرة كيف تشاهدون أن هناك وضعت الزبدة ونحاول نخدمها مزيدا من الأحسن أن تستعملوا الكهربائي من الأفضل أن تستعملوا الكهربائي وحاولت لنخدمها بالزبدة وحاولت لنخدمها بالزبدة وعندما نخدمها باللون الأصفر نضيف سكر بودرة و نضيف سكر بودرة و نحصل على القاوم الكريمي باللون الابيض نحصل على لون الابيض تقريبا بالنسبة لديت فا يعني غادي كلفكم واحد شوية لان اغسط تخدم مزيان كيفما كتشاهدو كترجح حال كريمة ولكن اذا ضيفتو اذا عدلتوها بال يعني بتطرى بالكهربائي فضغيا غادي اطلع معاكم هنا كيفما شاهدتو انني زيت ملحقتان كبيرتان مملؤتان بجبن الكريمي لي ممكن استغناءها انا بغيت ان نضيفو يعني هاد الكريمة هدي فيها المقادر هادو كل اللولين ثلاثة المقادر اللي ورد لكم المربة الزبدة والسكر فقط انا بغيت كإضافة من عندي نزيد هاد الجبن هاد لان احتهوك يعطي المضاق مزيون بزاف وضفت معه القليل من السكر صافي هنا بعد ما خدمت الكريمة ديالي مزيان كيفما شاهدتو زيت داب المربة وغادي نعاود ونخدموها مزيان عندما كيفما كتشاهدو ديك المربة اللي حضرنا على لون عطتنا هاد الكريمة اللون كي حمخ كيفما شاهدتو انني ما استعملت حتى ملوين غدائي يعني غاد ديك التوز البري هو اللي اعطاننا هاد اللون هادا اللي مزيون بزاف بالنسبة هاد الكريمة اتا اللي ما كتعجووش هاد الكريمة الزبدة ممكن دعاودو هاد الكريمة بالكريمة بالخافق بالنسبة لي ما كتعجووش هاد الكريمة الزبدة كتجي يعني بما دق الزبدة اذا خدمتوها مزيان كيفما قدوا حتى ترجع نحضر الكريمة نحضر الكريمة نحضر الكريمة نحضر الكريمة وضع الكوائرات ولكن انا هنا عملت عيني ميزاني تقريبا خرجتهم كاملين سنمررهم في السكر غلاسي على هذا الشكل كما تشاهدون ونقوم بعملهم في السكر غلاسي سنقوم بعمل الكوائرات كاملين سنمررهم في السكر غلاسي على هذا الشكل كما تشاهدون وكما تشاهدون انني كمبسطهم واحد شوية سوف نمررهم عود مرة ثانية كما أقول لكم مزيان بالسكر غلاسي هذا هو القياس اللي عملت تقريبا جوجة الأصابح كما شاهدتون يعني حاولت نعملهم صغيرين فصغيرين جاوا مزيونين بزاف كي يجيوا حلوين وكيوديونة بزاف يعني كي يجي اكتر سوف نقوم بعمل الحلوة كاملة كيفما تشاهدون ان الحلوة وضعتها في صفحة فوق ورق الزبدة ودابا بعد مساليتون كيفما شاهدتون سوف نحاول نبسطهم بالأصبح دل يد لها الشكل هذا باش نحاول نخرجوا ديك التشقوقات دل حلوة هي باقة غادي تشقق في الفرن ولكن هنا يكن زيد ونساعدوها انها تجي فيها التشقوقات بزاف كيفما كتشاهدوا يعني بمجرد ما كان نضغط على الحلوة كتبدت تشقق معنا كيفما شاهدتون بالنسبة للطريقة دل طهي فانا غادي نحشيها في الفرن المسخر من قبل الى 160 درجة دل حرارة بالنسبة للصافحة فانا نحشيتها في الوسط دل فرن الحرارة من الأسفل ومن الأعلى ها هو الشكل النهائي دي لده من بعد ما طابت خليتها تتحمر غير واحدة شوية ماشي بزاف كيفما شاهدتون وكيفما شاهدتون انها يعني شو كيفش تشقت معنا فالحلوة جتك تحمق كتجي معلك وراطبة من داخل بالنسبة للعدد اللي كتخرج هاد الحلوة كيفما شاهدتون انني استعملت غير 180 دل كرام دل لوز ماشي بزاف فاعطاني 35 حبة ولكن كيفما شاهدتون انني غادي نعملوا جوجد الحبة تفوق بعض ديتم فخرجونا 17 حبة اذا كان خصكم العدد طبعا يعني اذا خصكم الزاف طبعا غادي تضعفوا المقادر وهناي كيفما كتشاهدو انني كنعمل صف يعني كننزل صف وصف كننزل الحلوة مقلوبة باش غادي نعمروها بديك الكريمة الزبدة اللي حضرنا معا بعد بديسبن الحلوة فاخصنا ضروري نخليوها حتى دبرد عاد نضيفوا الكريمة دينا لان الكريمة كيفما قلت لكم اننا نحشينها في المبرد باش دبرد معانا اذا كانت الحلوة صخونة فغادي تطحنا هاد الكريمة هادي ما غادي بقاشي واقفة بالنسبة للكريمة فانا ما كانش عندي الوقت بزاف باش نخليها دبرد رغم ذلك انها جت يعني مزيون كيفما كتشاهدو ولكن كان باقي خصة دبرد مزيان باش نعرفوها بردة مزيان خصنا مليون حادي وفل بوش انا حشيت فل بوش انا ملي عمرت الكريمة فل بوش حشيتها هيدك في المبرد دبرد يعني خصكم تحدي وفل بوش تلكم جبروها قاصح تلك الكريمة تكون قصحت ما تكون شيء بقارات لان هذه الزبدة قد عود تقصح تلك الكريمة من اللي كانت برد صافي كان عمرو الحلوة دينا كيفما كتشاهدو بواحد حركة دائرية وكيفما لاحظو انني خليت الواسط خاوي كيفما كتشاهدو يعني حتى بنتي تهيخ صد الدق صافي وبدبا بعد ما عمرتم كاملين هادك الواسط غادي نعمروه بالمربا المتبقية اللي بقتلنا لان ما استعملناش المربا كاملة استعملت غير 5 وربييند الكرام وشطلي هاد طويسة هادي صغيرة صافي بها غادي نعمر الواسط هاد المربجة كتحمق خليتها حتى تتعلكت كيفما كتلكم وملي كنعطو الحلوة دينا كنعطو ديك المربا اللي نداخل مع الكاكجي اللوز حتى هو جامع لك ديك الكريمة جات كالحمق مهم الحلوة ضروري ما تجربوها حتى اللي ما عندو شي الافرح والمناسبة خصكم تجربو لاننا عطيتكم القياس غير صغيرة بش تجربوها مع القهوة ديلكم دعموها في مع الكاسكروت ديلكم فالحلوة جات كالحمق جات مزيونة بزف يعني كنصحكم انكم تجربوها لاننا جات شي حاجة مزيونة بزف وكيفما شاهدتو انها جت مختلفة على الحلوية اللوز اللي سانسين كان عملوه وهذا هو الشكل نهائي دي الحلوة دينا كيفما كتشاهدو كدعطي واحد المنضر كي حمق بالنسبة للكريمة كيفما اغذكم كنت مزروبة وما خليتش يبرد بزف فهو الشكل دي البوش اللي اللي عملت فهو كيبقى عاطي ديك المنضر في الحاشية ولكن دابا كومول الكريمة ما كانتش عندي بردة بزف فالكريمة فحلي دابت واحد شوية انا غادي نفتح معاكم واحدة باش تشاهدوها من الواسط رغم انكم شاهدتوها في الاول دي الفيديو فالحلوة جات غزالة كيفما قلت لكم ضروري ما تجربوها نتمنى هاد الحلوة تكون نالس الاعجاب دي لكم والفيديو يكون اعجبكم ما تنسوني شي بالتحاليق دي لكم والكومنتروز دي لكم لي كيشجعوني اكتر ما تنسو شي تبرتاجو مع الحائلة دي لكم والاصدقاء دي لكم لتعم الفائدة بالنسبة لأول مرة كيشاهد الفيديو اذا كان اعجبكم المحتوى وعجبتكم القناة فبتنسو شي الضغط على ابوني او سوستكريبير او اشترك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد دي اللي كان عملو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة